رؤية جديدة لمئة عام قادمة رؤية تتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الجديدة وفق ما أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أردوغان الذي تحدث أمام حشد من مؤيده في العاصمة أنقرة بمناسبة مرور تسعة وتسعين عاما على تأسيس الجمهورية أكد أن من الأهداف الأولى لرؤية قرن تركيا إكساب البلاد دستورا جديدا يكون نتاج الإرادة الوطنية وكذلك تلبية تطلعات الشباب في جميع المجالات من التكنولوجيا إلى الفن ومن الرياضة إلى البيئة واعدا بالارتقاء ببلاده وجعلها واحدة من أكبر عشر دول بالعالم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية والديبلوماسية مع وضع القيم الإنسانية قبل التعصب الأيدولوجي وتفضيل الحق على التعصب وجنبا إلى جنب مع أهداف تركيا الاستراتيجية حدد الرئيس التركي هدفا قصير الأمد يتمثل في بلوغ حجم تجارة تركيا الخارجية تريليون دولار استنادا إلى اقتصاد وطني قائم على الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل والتصدير فضلا عن بلوغ العائدات السياحية نحو مئة مليار دولار رؤية القرن إذن تمهد الطريق أمام تركيا جديدة تركيا التي تنطلق من قوميتها وهويتها نحو استيعاب المتغيرات الإقليمية والدولية وبناء جسور التواصل والتعاون البناء مع المنطقة والعالم انطلاقا من مفهوم العالم أكبر من خمسة يستحوذون على القرار الأممي بدعوى العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي غير أن تلك الرؤية تواجه تحديات جمة على المستويين الإقليمي والدولي فالحروب والصراعات التي تشتعل في الشرق الأوسط وتلك التي اشتعلت مؤخرا في أوكرانيا من شأنها أن تعرقل الجهود التنموية في أي دولة ما لم تتخذ الإجراءات السياسية والاقتصادية اللازمة لتجنب تلك الأضرار وهو أمر نجحت فيه القيادة التركية حتى الآن إلى حد بعيد